مجلس الشورى واعتمد المشاركون في عمال منتدى الحوار البرلماني اقتراح معالي رئيس مجلس الشورى بتسمية البيان الختامي للمنتدى ببيان الرباط عاصمة التعاون جنوب جنوب مؤكدا معالي أن المملكة المغربية استطاعت أن تجمع لأول مرة برلمانات الدول الإفريقية والعربية وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي كما ثمن رئيس مجلس الشورى ما نتج عن المؤتمر والمنتدى من توصيات تصب في تعزيز التعاون المشترك بين الدول وخصوصا في المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية مشيرا إلى أن الحوارات البرلمانية والمنتديات التنائية تشكل ركيزة مهمة لإيجاد شراكات فاعلة تسهم في رفض عمل البرلمانات وتفتح المجال أمام التعاون المستمر وبما يدعم النظمة والبرامج التنموية للدول هذا وأكد المؤتمر أهمية عطاء دفعة جديدة لمسارات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمنطقتين العربية والإفريقية بتنسيق مع مؤسسات الأمم المتحدة المعنية ومواكبة مسار تنفيذ أجندة 2063 التي أقرها الاتحاد الإفريقي ترجمة نانسي قنقر